صباح الخير عليك أنا هوند وصباح الخير عليك أساس كريم كل سنة وانتم بخير وشعب مصر كله بخير رمضان كريم عليكم الله أكبر طيب أنا عايز أبدأ معاك يا دكتور أنت كنت موجود أصلا هناك ولا ما سافرتش لا لا ما سافرتش طبيعت معنا من هنا طيب أكيد طبعت وزي ما تقال كده عن جدارة وكنت مركز جدا ودايما أنت بتحب تروح ليه وأنا بحب جدا أتابع تحليلاتك المختلفة ده منتكلم لقب كاس مصر ليه مرة التسعة والتلاتين والبطولة رقم 150 في القرى عايز أعرف منك وحكي لنا أكتر عن أبرز الأرقام بقى اللي بيحققها النادي الأهلي أو حققها من البطولة الأخيرة تحديدا ويفوزوا بهذا اللقب كاس مصر تفضل في البداية طبعا مقروف للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره البطولة رقم 150 في تاريخ النادي الأهلي النادي الأهلي بيوصل للبطولة رقم 150 ودي أنا عايز أشارككم كده في حاجة نحن لازم نحط أو نفكر مع بعض أن رقم 150 ده نحاول أن نحن نتوقه أو نحاول أن نحن ممكن نحطه على التشيرت وممكن نادي الأهلي مثلا يعمل حفلة زي كده لرقم 150 بطولة ده أنت النهاردة النادي الأهلي أكتر نادي في العالم حقق بطولات ورقم 150 ده مش سهل يعني مش هتلاقي نادي في العالم تاني وصله يعني أنت بتكلم في 43 دولي 39 كاس مصر 14 سوبر محلي 7 كاس السلطان حيتين 16 دوري منطقة القاهرة 1 الجمهورية العربية المتحدة 1 كاس الابتحاد المصري 11 دوري أبطال أفريقيا 4 أفريقيا أبطال الكووس 1 كونفدرالية 8 سوبر أفريقي 1 كاس الأفرو أسياوي 1 كاس العربية أبطال الدوري 1 كاس العربية أبطال الكووس 2 كاس السوبر العربية فمن هنا يعني رقم ده هي الكاس العرب للأهلية طبعا كمان البرونزيات أربع برونزيات بس مش بتتحسب بطولة يعني هي الميدالية لكن كبطولة بطولة رسمية 150 بطولة رسمية للنادي الأهلي ماشاء الله فده رقم يعني رقم مهم جدا قلينا نتكلم برضو على المباراة أن النادي الأهلي أه! المباراة دي بتكسب ولا تلعب يعني أهم حاجة أن أنت تكسب فيها تكسب ولا تلعب بس أنا شايف برضو أن النادي الزمالك حتى وهو مستحوذ ما كانش فيه خطورة ما كانش فيه فعالية فقراصهم كلها مفتقدين للشخصية مفتقدين للشراط الفكرة أن أنت في الفترة التي أنت بتفق فيها هنا شخصية النادي الأهلي يعني هيقول لحدك على حاجة إيه الكورسة التي ضيعها عن نادي الزمالك في المطشي. ممكن كرة واحدة لديزه مصطفى شو بير شالك. الباقي هو التحوات السلبي. ما فيش محاولة. ما فيش شراطة هجومية. لا وانت احرزت جول بالهجمة المرتدة بتاعتك. وده ذكاء منك. فانت بتلعب بالذكاء حتى وان كان الفانيات عند المنافس بتاعك حلوة. انت لعبت بذكاء جدا واستغلت الفرص بشكل كبير. قتمت المطشي صحة. في اخر ربع تاعة ان انت نزلت مروانة عطية او قفشة حلية مشكلة وسط الملعب. قدرت ان انت ترجع استعادة القرى مرة تانية. تستعيد مستوى الضغط بتاعك مرة تانية. فالشكل بتاعك بقى احسن. وحتى لو جبنا اللجوان هتلاقي اللجوان جاية من بدايتها من ضغط. يعني الجون الاول من كهربا وامر كمال عبدالواحد الضغط بتاعهم. اللي قدى الى الهدف. والجون الثاني ضغط مروانة عطية وامام عشور برضو قدى الى الهدف. كلينا نتكلم على امام عشور تحديدا. امام عشور في سبع شهور مع النادي الاهلي بيحقق بطولتين. مم. سوبر مصري. وكاس مصر. وكمان ميديليت برونزيت كاسا عامل الاندية في سبع شهور. فمن هنا بنقول لأي لعب. انت بتصنع التاريخ جوا النادي الاهلي. صح. النادي الاهلي هو اللي بيديك بطولات. هو اللي بيديك شهرة. وبيديك فلوس كمان. يعني ما تحسبهاش فلوس بس. لان النادي الاهلي بيديك كل حاجة. فمن هنا ده لازم يكون نموذج لأي شاب بطالع من النادي الاهلي. صح. برضو بالنسبة لمصطفى شوبير النهاردة لو كنا روحنا اشترينا اي حارس من برة. كنا هندفع مليئين كتير. سواء بقى اي حد كان ازاي محمد بسام. اي حد كان ازاي محمد بسام. اي حد كان ازاي محمد بتتقال. النهاردة هل انت كنت ضامن ان حارس المرمى ده يستحمل الضغوط اللي اتعرض لها مصطفى شوبير في المصطات اللي فاتت دي. سواء لما سافرنا ميديامة في غانا شباب في الوزداد نهايكات مصر قدام الزمالك وما يستقبلش ولا هدف. فهنا بنتكلم على ايه? على اهمية قطاع الناشئين في النادي الاهلي. لما بيطلع لك حارس يا مصطفى شوبير بيوفر عليك ملايين وكمان بيبقى عنده دي ان ايه النادي الاهلي مترابج هو النادي الاهلي. عارف يعني ايه ضغوط عارف يعني ايه مطشط اهلي وزمالك عارف يعني ايه مطشط دورة ابطال افريقيا. عجبني في مصطفى شوبير انه عنده ثبات فعالي. عنده سرعة رد فعال كويس. شخصية ما تحسيش انه هو حاسس او كيف من الضغوط او الجماهير. واحد لعب نهاية مصر الوداد في الدورة ابطال افريقيا لعب نهاية كات مصر وسط الجماهير دي كلها تحس انه هو حارس بصراحة النادي الاهلي. كسب حارس ممتاز. ومن هنا بنتكلم على اهمية القطاع. مهم جدا. قطاع الناشئين في النادي الاهلي انه هو بيطلع لك نماذج ولعيبة بتوفر علينا كتير. طبعا انا خليني اسألك يا دكتور هنا برضو نقطة مهمة طالما ذكرت النقطة دي على المصطفى شوبير كان فيه كده برضو توجه في الفترة اللي فاتت بعض الناس اللي قالت لك والخبراء على فكرة في حراسة المرمى قالولك مصطفى شوبير الافضل انه هو كان يروح اعارة مثلا ست شهور ويرجع تاني للنادي الاهلي. بعد الاخر قالك مصطفى مش محتاج ده. زي ما انت قلت هو ابن النادي الاهلي. هو يمكن ما اخدش الفرص الكبيرة الفترة اللي فاتت بطبيعة الحلوة. طبيعة الامر ان حراسة المرمى ده مش مركز يسمح فيه روتيشن بشكل كبير. لكن فرصته جدت. ولما الفرصة جدت اثبت ورد على الناس اللي هم قاعدوا يقولوا انه محتاج اعارة وغيره. دي ما كانتش حاجة سيئة يعني بس. هو اثبت انه مش محتاج ده. بالعكس وظهر بمستوى فني رائع جدا. وكأنه في الملعب وكأنه كان اساسي لمدة طويلة جدا. فده برضو نجاح مش سهل. يعني ان حد يوصله. ده كمان بيدل على ان النادي الاهلي عنده ثقة في مصطفى شبير. وعارف امكانياته وقدراته. ما ممكن اي حد تاني لو انا لو مش حارس انا مش بطيك فيه قوي. كانت ستبقى مغامرة. لكن هم عشان عارفين امكانيات مصطفى وامتابعين ومن ايام قطع الناشئين وعارفين امكانياته وقدراته في التمرين وان هو اكتسب خبراته فخلاص وثقه فيه. فقدر ان هو ان هو الحارس الثاني. حتى هم لما بيدعمه. لا احنا عايزين حارس واحد زي مصطفى متيك الامان. متيك احساس بالامان. قلينا برضو نروح للكابتن الخطيب. الكابتن الخطيب النهاردة بيحقق البطولة رقم 17. يعني البطولة رقم 17 في 6 سنين و3 شهور. كانوا يقول لك الكابتن الخطيب مش اجماعة الكابتن الخطيب بيشتغل ويعمل في طنط. هو بيتكلم بالبطولات بيتكلم بالانتصارات بس. ده افعاله اقواله. النهاردة الكابتن الخطيب بيوصل للبطولة رقم 17 بالاضافة ان هو الرئيس النادي الاهلي الوحيد بالتاريخ اللي اخد ثلاثة برونزية كاسعلم للانديه. وده كان طبيعي جدا خليبارك يا دكتور احمد لان الحقيقة كلنا كلنا واخدين بالنا ان فيه تطور كبير جدا في كرة القدم في النادي الاهلي تحت رقاسة كابتن محمود الخطيب لدرجة ان فيه ناس كمان كان بتقارن بين الانجازات اللي بيحققها كابتن محمود الخطيب وبيقارنوها بانجازات كابتن حسن حمدي في عهد كابتن حسن حمدي. فبطبيعة الحال دي نتيجة منطقية جدا ورجوعا للنقطة اللي هاداك كنت تتكلم فيها من شوية فكرة ان اي حد بينضم لصفوف النادي الاهلي بيحصد انتصارات وفي ازمنة قياسية وهذا كنت تتكلم مع الهواند في التفصيل انا سرحت في موادست مثلا او موادست في زمن قياسي حصد مع النادي الاهلي بطلطين وهو اجمال المدة اللي لعبها مع النادي الاهلي لو حسبناها على بعض مش هتكمل شوط واحد فهو ده النادي الاهلي فعلا فيه العيبة طلعت يا سوس كريم من النادي الاهلي قبلهم تتع سنين ولا ثمان سنين ما خدوش بطولة واحدة مثلا عبدالله التعيد لما خرج من النادي الاهلي اصنع لك البطولات لان النادي الاهلي النادي مؤسسي يعني الكابتن الخطيب في ستتين رؤساء الأندية الاهلي اللي هم العزام هم اللي عدوا عشرين بطولة اللي هم عملوا تاريخ رهيب كان الكابتن صليح سليم والكابتن حسن عندي الكابتن الخطيب بيقرب منه وقالص� 77 بطولة والوحيد بهم اللي عمل ثلاثة برونزيك يعني ناقص له ثلاث بطولات ويعدي عشرين بطولة الكابتن الخطيب أخد اربعة دوري. اخذ ثلاثة قط مصري. خمسة سوبر مصري. ثلاثة دورة ابطال افريقيا. اتنين سوبر افريقي. وثلاثة برونزيكة عالم للانديه. ما شاء الله. انت بتتكلم في انجازات كبيرة جدا. طب. كمان من ضمن البطولات واحد زي الناس برضو في رقم يمكن مكاجأة لبعض الناس. بالنسبة الرامي ربيع. رامي ربيع يا جماعة اكتر لعيد في الجيل الحالي ده. في الجيل الحالي حقق بطولات. رامي بيوصل للبطولة رقم اربعة وعشرين مع النادي الاهل عاربعة وعشرين بطولة. يعني يعني يعود يعادل رقم جيلبيرتو. يعني يعا� يوصل يعادل رقم جيلبيرتو يبقى اكتر وعلى فكرة قريب جدا. يعني انت لو خدت دور ان شاء الله وبطولت مسلا افريقيا او كاس مصر او في خلال السنة كلها فممكن علي معلول السنة دي على موعد ان هو يبقى اكتر مخترف في تاريخ النادي الاهلي واخد بطولاته. صحيح. برضو بالنسبة الرامي ربيعة نرجع ونقول ان ربيعة قدم مباراك ويسا. الناس ممكن تشوف اه بعض الناس تقول لك ده مرر تمريرها غلط. تمريرتين غلط. ايوة كان في مشكلة في الشوط الاول في وسط الملعب. ان وسط الملعب بتاعنا كان مستسلم للضغط. مم. فكان في حلين بيستخدم مقولر عشان يحاول يفتك الدكت ده. يا اما يدخل حسين الشحات للعوم يستلم ما بين الخطوط. يا اما محمد عبد المنعم بيتواغل بكورة يا اما ربيعة بيتواغل بكورة. مم. فربيعة قدم مباراة كويتة ومحسنش بغياب ياسر ابراهيم. من هنا انت لازم تكسب اللعيبة كلها بخص الدفاع بالذات. الفرقة الكبيرة لازم يكون فيها مدفعين كويتين كتير. صباح. محمد عبد المنعم ربيعة ياسر ابراهيم بيجي بعد يوم متولي. فانت لما بتكسب مدفعين لانه معرض للإصابات. خص الدفاع ده معرض للإصابات. معرض للانذارات. فلازم كل اللعيبة نكسبها. وان احنا نحاول ان احنا نكسب اللعيبة بالقدر كبير. طيب بالنسبة. لسه عايزة اسألك. بالنسبة للعيبة اللي احنا بنكسبها. وبالنسبة لانك قلت. احنا لم نشعر بغياب اي لاعب. ودي حاجة. واتكلم ومنطقة صراحة. يعني ما كانتش موجودة عندنا في فترة ما. انت كنت بتشعر بغياب لاعب او اكتر من لاعب. لما بيكون فيه مثلا غياب او اصابة او غيره. لانت ما عندكش في نفس المركز كذا اوبشن بنفس المستوى. فده ما بقاش مع مارس الكولر. عشان كده انا عايز اروح معاك شوية برضو يا دكتور. ليه مارس الكولر. وكمان بلغة الارقام. شايف ازاي ارقام كولر مع البطولات او من البطولات مع النادي الاهلي حتى هذه اللحظة. مارس الكولر الميزة فيه ان هو بيستبع سيستم واحد وطريقة لعب واحدة ومنظومة ضغط معينة. فاللعاب اللي بيغيب ما منحسش بغيابه. يعني ياسر ابراهيم لما غاب دخل ربيعة ما حسناش بغياب ياسر. صح. الشيناوي لما غاب دخل مصطفى شوبير ما حسناش بغياب الشيناوي. آآ علي معلول برضو لما كان بيغيب ودخل كريمي التببيس ما حسناش بغيابه. وسط الملعب ده احنا بنلعب من غير يانج ومش حسنين بغيابه. لما ماران عطية بيغيب ما منحسش بغيابه. كذلك اللي قدام. لما مثلا وسامة ابو عالي دخل الكهرباء. آآ لناحية الاجنحة. فانت عندك كواد مخترم جدا. برضو يحسب للنادي ان هو عامل كواد مخترم ويحسب له كولر. كولر آآ عنده رقم كويس قوي ان هو بيوصل للبطولة السبعة. يمكن ان هو بقاله سنة وطلع شهور مع النادي الاهلي. آآ بيحقق سبع بطولات ده رقم كويس جدا. يعني انت بتتكلم في دوري واتنين كاس وثلاثة سوبر مصري. واحد دوري ابطال افريقيا دي البطولات. زائد كمان ان هو اخد برونزي كاف عالم. سبع بطولات في سنة وستة شهور مع النادي الاهلي رقم كويس جدا. طبع. كمان الناس بتحب دايما او المدرب الكبير بتشوفه في الماتشات الكبيرة. بتقيم المدرب ازاي? انت بتشوف بطولات وياللي اخدها. كسب كم ماتش. تعادل كم ماتش. كسب كم ماتش. بعدين تروح للمواجهات الكبيرة. قدام الزمالك مثلا. قدام نهاية افريقيا عمل ايه? قدام الزمالك لاب اربع ماتشات كسب الاربعة. يعني الاول لما كان السوبر الماتش السنة اللي باتت في الامارات قدام فريرة كسب الزمالك اثنين سفر. السنة اللي باتت العدم ماتشين في الدوري الدور الاول كسب الزمالك مع فريرة تلاتة سفر. والدور الثاني مع اوسوريو اربعة واحد. وبعد كده امبراح والاول امبراح نهاية كاس مصر قدام جزي جماز كسب اثنين تفر فانت بتتكلم انه هو تجل 11 هدف 4 مطشاط واستقبل هدف واحد بس على فكرة اقولك على حاجة انا معجبة جدا بجماز انا حساة طبعا هو النتيجة بتاعت مباراة او يعني اداء الزمالك ما نقدرش ان احنا لا مكسب ولا اخسارة نقول انه هو جماز المسؤول عنها بس عجبني لان انا شفت اللقطات لي محترمة معلاش برضو لو توافقني الرأي دكتور سابت راح سلم على كالر في بداية المباراة سلم على اللعيبة بعد انتهاء المباراة روحوا حلوة في الملعب ما عندهوش نوع من الستماء التشدد او غيره انا عجبني يعني انا بحب الناس المحترمة بصراحة وهو اثبت انه هو حتى هذه اللحظة شخص محترم طبعا هو يعني بالنسبة للمدربين اللي قبل كده هو عنده ميت الواء عن اصوريو اصوريو كان بيستح الجيم قوي بيشتغل في المتحات كبيرة عنده منظومة ضغطة احسن شوية يعني هو في الشوت الاول كان باين انه هما ضغطهم كويس وعنده سيستم بدء بيه هادي شوية على الخاص ولكن برضو كولر تفوق عليه انت النهاردة الكورة بتاعترف انت عملت ايه المدرب اللي بيغير الشوت التاني ويبقى عنده راية ملعب هو اللي يبقى افضل هو اللي يبقى احسن عشان كده مارسل كولر قدر بتغييرين انه هو نزل الافشة ونزل امام عشور قدر انه يقلب المباراة الناحية التانية ما قدرش رغم انه برضو عنده اوراق ما قدرش انه يغير صح مام فانتا لأ مارسل كولر النهاردة بتتكلم في اربع مواجهات قدام الزمالك بيكسب في الاربع مواجهات بيتجل حداشر هدف بيتقبل هدف واحد بياخد سبع بطولات فلأ مارسل كولر بصراحة لا يعني مدرب ممتاز مكسب للنادي الاهلي ومثل انه هو عارف عقلية جمهور النادي الاهلي اللي هم ليهم دور كبير جدا يعني تحس انه خلق حفظنا يا جماعة عارف ان جمهور الاهلي النهاردة بيطلبك بالبطولة بنحساف اليوم بكرة بنقفل عشان نفكر مثلا نطمتش البنك الاهلي في الدورة عشان نفكر في الطولة جديدة حفظنا وهادي وكميته ماشية معانا شخصيته ماشية معانا جدا من اول ما جاء على فكرة وقبل حتى ما يختبر بشكل حقيقي يعني في قيادته للفريق هو عنده النوع ده من الكاريزمة جمهور النادي الاهلي حس اتجاهه او حس معابل اريحية ودي كانت برضو مهمة يعني ايه مش سهل اوة ما لوش يد فيها دي حاجات بتبقى ربانية فكرة القبول من عدمه لكن برضو فترة فترة موسيماني موسيماني كان مسيطر في التفصيل دي الحقيقة برضو فيما يتعلق بكاريزمته مع جمهور النادي الاهلي الحقيقة كولر هو كمان عنده نفس قادر من الكاريزمة بشكل مختلف حبتين لكن محبة الجمهور لي دي خير دليل على ان هو فعلا يعني في قلوب الاهلوية وان شاء الله يا رب المزيد من النجاحات والمزيد من الانتصارات ودايما النادي الاهلي مفرحنا دكتور أحمد دايما في انتصارات ونجاح وعايزة بارك طبعا للنادي الاهلي مرة تانية وكماهير ومجلس الإطارة واللعيبة والجهز الفاني وبرك لحضراتكم وانيكم برضو بحلول سهر رمضان كل سنة وشعب مصر بخير ورمضان كريم عليكم علينا وعليك يا رب كل سنة وحضرتك بخير كل سنة وكل الناس بخير